سابون تغيير تجلعب على اليمين هذا في مكان خطير هنا إلى البريك البريك بكورة عرضية محاولة هيلالية بالمحاولة بالخطأ بالحارس المرمى والكورة يبعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة على مرتين كانت الكورة الأخطر يا الله الفرصة أخطر كورة الهيلال لسه أتسائل لسه أتسائل على الخطور الحقيقية على المرمى كانت بعد محاولة من كورة عرضية مروان لم ينتح في بعادها في المرة الأولى بعد ذلك الدفاع تدخل في آخر لحظة خرأت مروان بقبضة يده كاريون لسالم ولكن بعد ذلك شرحين يتدخل في اللعب تحولت على اليمين هنا البريك هنا التبرير فرصة متاحة لكوريار عودة البريك كوميز الأول يا أخينا العطري بابي 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 تنبي كوميز كالعادم بابي تنبي كوميز بروعة الهلال يسجل هدف أول لعبة هلالية بيمية لعبة هلالية بروعة كبيرة بعمل جماعي كبير بلمسات ساحرة بنحاية رهيبة رهيبة رهيب هذا الهلال بصراحة رهيب هذا الهلال فاتن هذا الهلال بالعمل جماعي لنشوفه نشاهد للعبه هب التمرير يا كوميز بروعة بابي بابي بعد عرضيتها الجناح الطائر ليس الظهير ولكنه الجناح البريك عدمعي كم أسس لمحمد البريك فيه المواسم اليقفيها مع الهلال عدمعي كم أسس لمحمد البريك كم صناعة أهداف لأمريكين وفيه خلال يعدى سالم رهيلي لي كوميز انفراد لي كوميز وكوميز ضاع الثاني يا بابي ضاع الثاني من كوميز بعد تملير بروعة من سالم دوزري أي هدايا هذه تقدم لي كوميز من أجل أن يكون أن يكون هداف يحاول لمساعة الشباب تحرك بتاني بإخوانك في بكر خطير فرصة وتزيد كورا لكنها تمر وبعد ذلك بمحاداة القائم حلو اللقطة الماضية كريسيان وانكا أخطر كورا شبابية لقد انتظرنا سبع وثلاثين دقيقة من أجل مشاهدة أخطر كورا لشباب في هذه المباراة كانت من شبيليا متوج من أيام ببطولة الدول الأوروبي كورا في وصمال عن محاولة شبابية لسه أتكلم عن الشباب عارضي يا خاطير بالرأس الله وانكا هذا الشباب اللي أسأل عنا هذه العودة اللي أتكلم عنها يا شبابين الله على عرضية روعة 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 اللقطة الماضية روعة اللقطة الماضية بكورة عرضية شوفها في اللقطة كانت بدايتها من دايق ثم ديوب أخوانكا براس في الزاوية البعيدة صورة ذكرية لمعيوف لقطة في منتها الروعة يا أخوانكا الشباب اللي أتكلم عنها يعود في لحظة الشبابين اللي كانوا أقوياء بالتأكيد منافسين ومتزعبين البطولات أو لنقول فائزين بعودة لكاريوب عرضي ابتداء قوميس الطائر الثاني الثاني لقوميس نعب على الطائر يا أسد يا قوميس بكورة في منتها روعة نهاية جاينة ليتبين لم ينجح مروان حايدري لم يتبكى منها حايدري بعد كورة عرضية رائعة قوميس خدها على الطائر بروعة خدها بروعة على الطائر قوميس بالتأكيد اليوم يضيع بعض الكورات السهلة بتمي قوميس لكن هذه عادة لكورة البريك البريك عادة الورام كان في شك الشبابين يفكرون في تسلل كاريو كل شيء من كاريو تبين كل كورة من كاريو حلوة كل لمسة من كاريو ممتعة كل كورة تخرج من كاريو تدعونها أكثر لسمتاعب هذه هذه كورة قوميس على الطائر بمتها الروعة عندهم حبار حايدري مروان اجتهد لسد كورة قوميس لكنها ترجمة نانسي قنقر